اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونتعرف عليه وعلى مشاكله تمام؟ فخلينا نبدأ في الموضوع الاول ونتعرف على ما هو الاذان الاذان هو نداء ينادى به للصلاة عند المسلمين واذن كل يوم في بداية وقت كل صلاة من الصلاة الخمس تمام؟ وكان المؤذن يؤذن من مكان مرتفع من على المنارة او من على سطح المسجد الآن يؤذن المؤذن من خلال اجهزة تكبير مما سهل عليه الامر كثيرا وكان اول مؤذن في الاسلام هو صحابي بلال ابن رباح تمام؟ تعالنا نتكلم عن الاذان احكامه تمام؟ الاذان فرض كفاية وهذا ماذا بالحنابلة وهو قول محمد بن الحنفية وقول عند الملكية وقول عند الشفعية واختيار ابن عبدالبر وابن تامية وداود وابن الوليد الباجي وابن باز والالباني وابن عصيمين واختيار اللجنة الدائمة وحكية الاجماع على ذلك تمام؟ وادلة من السنة حديث الرسول وحضرة الصلاة فلياذل لكم احدكم وليومكم اكبركم تمام؟ حكم الصلاة بغير الاذان تصح الصلاة بغير الاذان ولا اقامة وهذا اتفاق مذائب الفقال اربعة تمام؟ الأدلة عن الاسد وعالقامة قال يتين عبدالبر وابن مسعود في داره فقال اصل هؤلاء خلفكم فقلنا له قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا باذان ولا اقامة ثانيا ان الاذان والاقامة ليس من اركان الصلاة ومخارجان عنها يعني انت ممكن تصلي صلاة جماعة بدون اذان ولا اقامة تمام؟ اه اتفاق اهل حكم اتفاق اهل بلد على ترك الاذان تمام؟ اذا اتفق اهل بلد على ترك الاذان فانهم يقاتلون وهو مذهب الجمهور الحنفية والملكية والحنبلة وقبل بعض الشفاء والادلة عن انس قال صلعا قال كان رسول الله صلعا اذا غزى قوما قوما لم يغر حتى يصبح فان سمع اذانا امسك وان لم يسمع اذانا اغار بعدما يصبح ثانيا انه من اعلام الدين وفي تركه استخفاف ظاهر به ثالثا انه من شعار الاسلام من الظاهرة فقوطلوا عليه كالصلاة العديد يعني لو بلد مثلا زي مصر اجمعت يعني الحكومة قررت ان هي اذانا حكم الاسلام ان المسلمين يقاتلوهم على هذا الامر حتى يعني ايه يؤذنوا تمام وطبعا ده ارهاب يعني انت خبرك بس ده ما ببين لك يعني ده الحكم في الشريعة تعال نشوف تاريخ الادان كان الامر بداية اذا جاء وقت الصلاة فان الناس يتجونا تلقائنا المساجد بلا افان ولا نداء ولا غير ذلك ده الطبيعي يعني ده المفروض ليحسن وجاء اه ان ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحيانون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا ياموا في ذلك فقال بعضهم اتخذوا نقوسا مثل نقوس النصارى يعني عملكوا جرس كده تمام؟ قال بعض بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلعم يا بلال قم فنادي بالصلاة فقال ابن خزيمة وقال ابن سعقنا رسول الله صلعم حين قدم المدينة انما اكتبع الناس الالي للصلاة لحين موقتها بغير دعوة فكان ذلك هما عند النبي كيف يجتمع الناس للصلاة حتى جاء امر الله عز وجل عن ابي عمير بن انس عن عمومة له من الانصار قال اهتم النبي صلعم للصلاة كيف يجمع الناس له فقيل له انصب رايا عند حضور الصلاة فاذا رأوها اذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القناة يعني الشبور اللي هو البوق يعني تمام هو اسمه عند اليهود الشبور فلم يعجبه ذلك وقال هو من امر اليهود قال فذكر له الناقوس فقال هو من امر النصارى فانصرف عبدالله بن زيد بن عبدالربه ومهتم لهم الرسول فأريى الاذان في منامه فشاف الاذان في المنام قال فقد على رسول الله صلعم فاخبره قال لا يا رسول الله اني لبين نائم واغضان اذا اتاني ااتن فاراني الاذان قال او كان عمر بن خطاب قد رأاه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما قال ثم اخبر النبي صلعم قال ما منعك ان تخبرني قال سبقاني عبدالله بن زيد فاستحات قال رسول الله صلعم يا بلال قم فانظر ما يأمرك بيه عبدالله بن زيد ففعان قال فاذن بلال قال ابو بيش فاخبرني ابو عمير ان الانصار تسعم ان عبدالله بن زيد لو لانه كان يوميذ المريضة مهمية ففرح النبي بهذه الرؤية فرحا شديدا وحمد الله عليها كان في الرؤية الاخرى فلما سمع عمر بن خطاب بن داء بالصلاة خرج الى رسول الله وهو يجر الزور ويقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق قد رأيته مثل الذي قال قال رسول الله الحمد لله المهم صفة الادان احنا عرف ان الله اكبر الله اكبر اربع مرات يعني الله اكبر اشهد ان لا اله مرتين اشهد ان محمد الرسول الله مرتين برضو حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبر مرتين لا اله الا الله وفي صلاة الفجر انت اخبه لك يقولك بيضيف لها الصلاة وخير من النوم ورفدين ابونا وصحينا من النوم عند الشيعة نفس الموضوع بس بيشيلوا الصلاة وخير من النوم دي ما بيقولهاش في صلاة الفجر وبيضيفوا بعد حي على الفلاح تمام يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على خير العمل تمام دي بيزودوا اما بقى اشهدوا ان عليا وليا الله دي مش من الاذان لكن هما احيانا بيقولوها مستحبة يعني تمام كويس برضو قبل ما يعني ما تناول نقاط اللي هنتقد فيها الاذان يعني اوريك فتوى بس كده من موقع اسلام واحد بيسأله بيقول له ايه نحن من عرب فلسطين تمانية واربعين داخل الخط الاخضر يعني عربي داخل عايش جوا اسرائيل ونعيش في قرية صغيرة مجاورة وقريبة جدا من مدينة يهودية وعندنا مشكلة معهم وهي انهم يطلبون مننا ان نخفض قليلا صوت الاذان الفجر لانهم نيام ويزعجهم قوة صوت الاذان ده طبيعي ده ايه بنادم سوي كده يعني واما بالنسبة لبقى الاوقات فلا بأس فهل نوافق على طلباهم هذا ده حق طبيعي اللي بيطلبوه ده يعني شوفوا اليهود مؤدبين هم معه مع ان هم بلدهم واسرائيل هم هم المحتلينها بقى مسيطرين عليها ممكن يقولونهم ما اطلعووا الصوت يجبروهم يعني القصص دي فان اضطررتم للاستجابة لهذا الطلب فلا بأس عليكم في ان تخفضوا قليلا من صوت منكبرات الصوت واما إن أمكانكم ابقاء الامر على ما هو عليه فلا تغيروه يعني هو ابن المتناكة بيحرضهم على استفزاز الناس بمنكبرات الصوت في الادان. فان رفع صوت الادان مطلب شرعي يحصل به مقصود الادان ورسمها في الصات الصبح كي يستقز المسلمون للصلاة. وقد قال يا صلعا لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم ايه القيامة. هذه صورة بالفتاوة يا عمام. طيب تعال ننتقل بقى فكرة الادان دي كده. اول حاجة اول نقطة يعني. ما الفائدة من الادان في ظل وجود الساعات الزكية والهواتف الزكية والمنبهات تمام? والتلفزيون والانترنت واللي الحاجات دي. يعني انت دلوقتي معك ساعة زكية فيها منبه. تمام? معك سمارت فون او تليفون او محمول فيه منبه برضو. وفيه منبهات في البيت. تمام? وانت ممكن تبص في اي وقت وممكن تنزل برنامج بتاع الصلاة باشع الموبال بتاعك وخلاص وقت الصلاة بيديك الارم الجده وانتهت المسألة. ايه الفائدة بقى من الادان. يعني زمان كمفهوم ماشي ان واحد يطلع في سطح المسجد الله يعني يقدن عشان الناس تجي تصل. لكن دلوقتي احنا بقى في القرن الواحد واشرين. ايه الفائدة? وده مش بيطلع واحد حتى ده بيمسك ميكرافون حاطي 200 ميكرافون ابن المتناكة ويزع فيهم الله اكبر ايه ايه عم في ايه? ده حاجة خمة في الهمجاية يعني ايه 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 الفائدة منها بقى دلوقتي ما فيه ساعات وفي سمارت فون وفي سمارت ووتش وفيه كل حاجة باشي تقدر تعرف منها وقت الا ده. لازم ايه الخوتة والازعاج بقى والخارة ده? النقطة التانية اه الاذان تلوث سمعي وضغيج. وازعاج للناس وصورها ما جاء متخلفة. صورها ما جاء متخلفة جدا خاصة ان انا عايش في دول اسلامية تمام? يعني مسيلا ما اسم مصر. يعني انا ايه يعني ايه اان شبابي في فترة في منطقة. يعني المنطقة متعصطة بس فيها مساجد كثيرة بين المسجد والمسجد لاي زاويان. تمام? وكلهم يجوا بقى وقتاي الادام الله يا واقفة. إلي ايه يا جدائعة؟ تحس ان هما ييه ربعين الجهاد ربعين حربوا. انت فاهلم? لا غارة طيارات عارف الالور بتاع الغارة دا? ا 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 Schools كده. وصح الناس في الفجر. وحاجة مغرفة يعني جدا يعني. يعني حاجة لا انسانية ابدا يعني. الناس تبقى نايمة فاهمانت يا ربنا كده ومرة هل ترزعي في ادنهم انت كده. وضجيج. يعني ده تلوز سمع وضجيج يعني. وصورة همجاية متخلفة بقى. انت فاهمي? القبائل همجاية هي اللي بتعمل كده. فيش دولة متحضرة بتعمل كده. يعني المسيحيين مرة واحدة يوم الحد تين 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 تين. وزود الجرس غير وزود الاداة. بصراحة. يعني احسن بكتير. في اصوات كويسة في الازان. انا مش هفتح الراديو باسمع اغاني. ما يمنش الصوت حلو اللي هو احش. هو ازعاج في حد ذاته حتى لو الصوت حلو. هو ازعاج في حد ذاته. وشنين رضا اطلعت الكلمات على الموضوع ده وهجموها هجوم بس جدع على الله. انت خبارك اتلك النعيرة. فعلا النعيرة بتاع حميرة. انت فهم? وكان دايما تلاقي في المساجد تلاقي مين اللي بقدن الناس الكبار في السن. ان هو فاضي بقى المعاش موروش حاجة. يطلع بقى وروح فتح الماكرافونات كلها ميت ماكرافون وروح سارخ في ادن الناس. فمنظر همجي يعني. منظر همجي جدا وغير حضاري وتلاوس سمعي وضغيج. تمام? النقطة التالتة يعني اه لم يوجد على زمن محمد مكرافونات. لماذا يستخدمها المسلمون الان? يعني هو محمد كان يوم فيه مكرافونات ومكبرات صوت. ما كانش فيه. انت بتستخدمها دلوقتي ليه? انت بتستخدمها دلوقتي بص المسلمين دولاس لهم ايه? انت فهم مبعوصين كده بيحبوا ده والناس وحروا دمهم خلاص. انت بتستخدمه دلوقتي ليه? هو كان زمان وممشي انت بتتبعوا السنة عام والخرة. هو كان زمان مفيش مكرافونات ولمكبرات صوت. انت بتستخدمها دلوقتي ليه? وتقعدوا اتنعاروا فيها. ما تتبعوا سنة نبيوكو اطلع في المنبر كده في المنارة يكشتوها على مخدين امك وانت بتقدن واطلع قد. ماشي. لكن ايه بقى لازمتها الميكروفونات بقى الكتير دي? وكانش موجودة ايامه الميكروفونات عام. النقطة الرابعة. الافان نوع من البلطجة الصوتية. والاستعراض وفرض الاسلام وشعيره على الناس. عشان كده حكمه زي ما قالك كده حكم البلد التي تترك الافان ان المسلمين يقاتلوها. لانه شعيرها من شعير الاسلام. هو بلطجة صوتية. من الاخر كده. زي ما واحد يشخل لك ولا يسيب لك الدين. هو واحد بيستعرض كده عليك. تمام? بلطجة صوتية واستعراض عضلات وفرض الاسلام وشعيره على الناس. احنا بلد اسلامية والاسلام والله اكبر. وهي رحب بصوت بقى في البداية. انت فهم? ما بيستعرض كده عن الناس بقى. انت اخبر بلك ويقول لك سويسرا الكافرة التي منعت الاذان. يا عم هنا على الدين ابوكم. ده انا اشكر سويسرا من موقع هذا من وراء المخده. انا اشكر سويسرا على هذا الفعل. وادعو جميع دول العالم الاحذوا حذوا. لان انتو بتحبوا تبلطجوا على الناس. يا انتو راحين لاجئين يا ولاد الوسخ. وعايزين تفرضوا عليهم صوت الخارق الحمر اللي بيناها اداب بتاع الادان. عايزين تلوسوا. الناس اللي هي بتاع بيتوفن وشوبان وبتاع. عايزين تسمعون صوت النعير بتاعكم بتاع الادان. بدل ما اسمعوا مزيكة كلاسيكية كده. حاجة راقة بتاع تسمعون صوت الحمير اللي بتنعر بتاعكم. بتاعكم باللغة غير مفهومة دي. بشوية الهلاوس اللي انتو بتقولوها في الميكرافونات دي. لا وايه ايه ده في الدول ده ده يعني في اوروبا. ده في الدول بقى اللي هي المنكوبة ده دول اسلامية دين امي. في رمضان بازال. وايه بقى يفتح الميكرافون في صلاتي التراويح وقعد يسمعك في الصورة والناس بقى بتعاين وهو الشيخ قال لا وقعد يدعي في. ايه الخارة ده? فيش حد بيعمل كده. انت شفت المساعين مثلا بيعملوا كده? انت شفت المساعين فتحين الميكرافون كده مسماعين اه اه على مدى خمسة وعشرين كيلومتر ومربع كده. اه يعني الناس اه الصلاة بتاعتهم مسلا. مش معنى انت اللي بتعمل كده. عشان تماريج نفسان ومختل وابني دين كلب. وبيبلطج عن الناس. فهو نعمل بلطجة الصوتية والاستعراض وفرض الاسلام وشعيره عن الناس. والمسلمين يجب ان يعملوا بقوة. هم لا فهمون ايه اللغة القوة. انت لو جد الوقت انت راجل حاكم مصر بتطيرهم بصوا مفيش ادان. الادان ده همجية وبتاع. وملوش لازمة. انت فهم? وقدم جوا الجامعة. بدون مكروفونات ولا حاجة. واللي صوته يطلع طالة العدين امه. يسمعوا الكلام. لكن تسيبهم كده همك. هو الاسلام ده بعدهم اللامجية. انت فهم? يعني تسيبهم على الاسلام يلاعوا مرط في الشارع. والاسلام ده بعدهم اللامجية وبالطاقة الصوتين بقى دي. نقطة الخامسة. يجب حظر الازان تماما سواء بمكبرات او بدون واسمع به فقط داخل المسجد وتحيد الازان لا يحل المشكلة. لانه عملو لك بقى قصة في مصر عشان يحل المشكلة يعني. لكن المشكلة هي في صوت للمؤذنين يعني. تمام? قال لك احنا نوحد الازان وبتاع هو زي كده يبس على الازان معينة. ادان موحد هو اللي بس. يا عمح مش عايزين نسمع دين ام الازان اصلا. ولا موحد ولا مشكل. مش عايزين نسمعه. هو بالعافية. السامعي ده مش ملكك. ما تكبرنيش ان انا اسمع حاجة مش عايز نسمع. ده اسلوب فاشي. ده اسلوب الادان ده اسلوب فاشي. ده الكلام ده من حقي. الفضاء الصوتي ده مش ملكك. مش من حقك تستخدمه انت كده بمزاجك. النقطة السادسة. يجب على المسلمين ان يعلموا ان الازان لن يأتي الا بنتيجة عكسية. وينفر الناس من الاسلام والصلاة. وده الواقع. طب انت انت بتقدينوا دلوقتي وبتجعروا في الميكرافونات خمس مرات في اليوم مزعجين دين دين ابونا. تمام? ايه النتيجة? مش الايمة بتاعكم بيعودوا صوروا في المساكة الفاضية بالموبايلات وحطوه على الانترنت ويعودوا عاياته وقولوا الناس بيتروح تفرج على الماتشات. وسابين بيت الله فاضي. صح? مهده بسبب الادان بتاعكم ده? ما الزن على الودن ده بيزهق. الزن على الودن ده بيزهق. ايه باشا الناس بتزهق. انت فاهم? زهقتوا الناس انتوا كفرتوها في حد. كل ما انت هتقدن اكتر محدش ياجي يصال. ايه رائق? عارف انت لو بطلت ادان? ممكن حد يجي يستكشف يقولك ان الجامعة انا بهالي مدى محتلومش حيس ما خش هبص كده صلى شوف الدنيا ايه. اللي يكونوا مات وغارف ده يناعدين ابوه. تمام? لكن انت خمس مرات ده. خلاص بقى الناس زهقت مش طيقاكو. بصوت منزعج بقى ويقولك صوت الادان ويجيب لك واحدة بتعيط. واحدة اجدبية انجليزية بتعيط. انا ممكن واحدة انجليزية بقى الف سترلينة خلاك ترقص مش تعيط كمان. انت فاهم? انا مالي انا الادان ده انا واحد من الناس بحب الادان بتاع محمد عرفة. بس الادان ده بالنسبة لي عبارة عن ايه? حاجة فلكلور كده. انت خبه لك. زي النقشبان دي زي البتاع كده انا بحب الفلكلور ده. اه حب اسمعه بتاع انضرب سكرتين بوني بتاع. قاعت الهدوه وحطت بتاع ممكن اسمع بقى مولاي بتاع. اي حاجة من حاجات دي. لكن مش اسمع بقى حمير عمالك نعر خمس مرات في الشارع. انت فا حتى النقشبان دي اللي قاعد ينعر خمس مرات في الشارع مش اسمعه. انت فاهمت ده من حقي. ما تكبرنيش انا. انت خبه لك? وحاجة نظام بقولك بيك برازر الف سعوية اربعة وتمانين. هي رواية الف سعوية اربعة وتمانين. وكان ايما احنا كنا صغارين بقى. لازم يجي لك ايه? القناة الاولى. لازم تروح اطعدين ام الماتش والاعدين ام الفيلم. تمام? وتروح الادان. وبعد الادان. الدعاية بتاع الشعراء وبندين الكلب. اللي كان بيروحينيك نسوان في الملترة وعملت فيديو وفضحته. تمام? اللهم اللهم رب هذه الدهوتي التامة. والصلاة الكامل. انت سيدنا محمدا بعبوسا في تيزي. يو انت فا? انا مال انا بكل الكلام ده. وكان مسميني قناة تانية. في التلفزيون المصري مسمينا قناة المسحي. اللي بقى القناة تانية كان بتقابل حركة لطيفة ساعة الادان. مبيجيبوش الادان. يجيب لك موسيقى الادان نفسها كده بتاع مد باسم تانية. كده وخلصت خلاص وايه تروح مكملها لقى الفيلم ولا البرنامج ولا ماتش بتاع بالخلط. كانوا مسمينا قناة المسحيين يعني. عشان تبقى قناة المسلمين لازم تجيب لك الادان الجعير ده خمس مرات في اليوم. والدعاء بتاع الشيخ الزرطاوي. تمام? اا يطلع يزرط عليك بقى ويمدعي الكلنا لسيدنا محمد. اا ان ربنا اعاده جنبه على الكنبة يوم الايام اللي يرمان ارتبال اسمها الوسيلة دي. او اعاده على حجره مش فاكر. كان مكان جنبه كده. مكان جنب الله اعاده انت في جنبه. فاهم اعاده كان بيعمله مهم يعني. انت واخد بلك. فالكلام ده كله يعني ده ده اسلوب فرض سطوة وفرض رأيه هو. ويعني اغتصاب لعزان الناس. انت فاهم? وصورة من الاهمجية والتخلف وزي ما قلنا بيأتي بنتيجة عكسية ونتيجة اللي انتم متوقعينها مش هتأتي. هو الناس بس في رمضان عشان بيختاروا بيصوموا عليه بس الاكتر الاقل. لكن هو صوت موزعج ابن واسخ. احنا لو في دولة محترمة يتمنع صوت الادام بره المسجد ده. انت فاهم? يعني مفروض يعني ايه? يتمنع بره المسجد تمام وتمنع مكبرات الصلاة. هم دلوقتي بقى وزير او اف بيعمل يعني بيخليهم ما يستخدموش المكبرات في الصلاة. بس الادام موجود. ده هم ولا جنب التاقة مش بكافيه. يعني هم مش مستكفين. بهم وضوع ان هم في الادام الخمس مرات بيطلعوا نهاقوا علينا. ده هم عايزين بقى ايه في رمضان مرة العيل الشرموت. لعب الكرة الشرموت. انت شرموت يا احمد يا حسن. احمد حسن. اللي مسمينه العميد. مفروض يسمونه المتناك. انت فاهم? طلع اه بيتمقلس على شيخ الازهر وبيتهموا ان هو نصراني. بيقول له هابي استر. عشان ان شيخ الازهر منع التوشيح ان هي تتقلف اللي ايه? توشيح بتاعة رمضان. ان هي تتقلف الميكرافون. انت فاهم? ارهابي برضا. تلات ربع اللي هم بتاقرها مشهورين في مصر دول ارهابيين وضاعش. وولاد وصخر. واحنا لو دولة محترمة تعتقلهم على طول. مسكوني بس مصري دي سعنة واحد. انت اه. اعدم لكم بتاعة تلاتين اربعين الف واعتقلوكم نص مليون. اه. نتجوش جرب كده. المهم. فوزير او اف يعني مناعهم ان هما يقولوا التوشيح لان هما مش مكفيهم. هما عايزين بقى في رمضان قبل بقى الادان وبعد الادان يبدالوا مسكين الماكرافون ده حطينه في طازهم. وعمال بقى يسمعنا في توشيح وشرشيح. وعمال بقى ايه? انت فاهم? اه شغال علينا الصونة الازعاج بقى دي. انت فاهم? المستمر اه تونتي فور سيفن دي. حاجة جنوني يعني ده ايه ده? ده يعني تجاوز كل حد وكل عقل وكل خلق وكل احترام يعني. ده ايه البلطجة والعربجة والوساخة دي? وسيسي يقولك الشعب المصري يحتاج بان يحنوا عليه. الشعب مصري محتاج اللي ييجي يطلع دين امه يدوس دين امه. يعلمه الادب عشان هو شعب مطرباش. انت فاهم شعب همجي بربري تعيشي. هو ده الشعب المصري غالبيته يعني في جوزه محترم ايه نعم. لكن الغالبية بتاع 70 في الماء كده. عايزين اللي ايه ده هزدين ابوه. اللي احنوا عليه ايه? يقولك اللي احنوا عليه. فيعني 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 حتى ممنعش مكبرات الصدي في الاداء. انت اخبرك ده رفاهية اللي احنا متكلم فيه ده. هم كان عايزين مكبرات الصود يستغنونها على طول بقى. تمام? في اه توشيح في رمضان في الصلاة التراويح هم بيستغنونها في صلاة التراويح. انت فهم؟ انت اللي انا قاعد في مكان في مصر ما بيصالنيش صوت الاداء وان كان في السنة الاخيرة دي بقى الصوت الاداء احيانا انه يوصل. تمام? في المكان اللي انا قاعد فيه كانش فيه اه فوش مسجد اصلا هو عملو فيه مسجد لاسف من السنة. فبقى صوت الاداء احيانا بيوصل بداعين بصراحة. طبعا واحد مسلم يطلع يقول لخص الادان ده بداع إبليس بداع إبليس. والمهم بقى كمان يعني بص بص شوزوفرين يا المسلمين وكبهم ودجالهم وبيجدبوا كذبات وقحة وبيصدقوها يعني وصلوا مرحلة من الصفاقة والوقاحة يعني انا كنت قرأتها نطفل وانا كنت مصدقها من اماما وطفلو كانت من حاجات المهمة بالنسبالي اللي بتبين لي بقى ان الاسلام ده يعني حاجة من عند ربك. يقول لك ان نيل ارمسترونج اللي هو اول اللي رأت فضاء مش على الامر سمع الادان سمع صوت فمافهمش هو ايه بص بقى لازم يعمل لك حبكة دراماية فكان راح سياحة مصر والمغرب فسمع الصوت ده تاني فسأل المرافق اللي معاده قال له ده صوت ايه قال له ده الادان بتاع المسلمين فقال له اشهد وقال لا الهي لا لا ماهن مهمة ده نازولا لا وبكى حتى ابتلت خصيطاه تمام ان زي ما احنا عارفين والرجل اللي ارمسترونج يعني طلع قال عليه الطلاق بالتلاتة انا ما روحت مصر للمغرب دول في حياتي ولا ما سمعت دين ام ايه حاجة على الامر لان الامر مفوش صوت اصلا مفيش يعني ايه مفوش غلاف جوا عشان ايه الصوت تمام اساسا ولا ادان ولا غيره تمام وهم لسه مصدقين ومتمسكين بالموضوع ده ان النيل ارمسترونج طلع فوق وسامح الادانة تمام انت اخذ بالك وحاجة احنا قمة في الغبع طب الادان هيتلع صوته يعني افترض ان البيع بتاع الامر هي ما ينفعش يبقى فيها صوت اصلا عشان ما ينفعش غلاف جوا انا افترض ان فيه صوت الادان بقى هيتلع فوق الامر ازاي انت فاهم يعني الادان ده هيوصل لغاية فوق الامر ده ازاي انت فاهم وفي مادنة فوق الامر ميكرافون جاب لغاية الامر مثلا يعني الصوت جامس ايه الامر ده عشان يعني ايه هو كوكب بقى فهو رايب من السماء المزعومة بتاع الكلية سقف اللي هو ربنا مسكه بايده ده عشان ما ينفعشه بتاعه انت فاهم فهو بقى عشان قريب فسمع بقى هما بيقدنوا في السماء فوق فهو سمع بقى فوصل الصوت يعني انا مش فهم انتو مش حاسين بتفاهدكو وبتفاهد مستوى تفكيركو وان المستوى تفكيركو منحط وفكركو منحط وافكاركو بدائية وتفاهد وهشة عشان كده بيتهيجوا وتزيتوا على ايه حد ينتقد افكاركو تمام لان ما عندكوش ردود غير السباب والشتيمة والتهديد بالقتل تمام لكن ردود عقلية ده الكسة دي عندكو مليانة حمص يعني ما فاش مخ زي بقيت بقى ابنين لا مليانة حمص خلاص انتو مزبوطين على الموضوع هو نير المسترونج تلع سمع الادان فلان فيعني اتمنى ان الموسيومين يتعقلوا كده وتحضروا بقى ابن ابمين ويحاولوا يعني مرة كده بقى ابن ابمين وتحضروا بقى كده ويتوقف عن استخدام المكبرات الصوتية وازعاج الناس وفرض البلطاجة الصوتية دي واحترم نفسهم لان كل عالم بيحتقرهم دلوقتي كل عالم ارفان منهم وحدش طيقهم يقول لك يسلام مصر عن تشارم حدش طيقكم حدش طيق اسمكم حد في العالم كله تمام واللي عايشين وسطيقكم حد في بلاككم بلعنوا في سلسفين جذوقكم حدش طيقكم تمام ولا جولة بره فحاولوا تحضروا كده يعني حاولوا ترتقوا كده لان قاع مزدحم انتو اللي زحمينو برضو يعني وتتقدموا كده وتتحضروا تمام وبلابس بقى بقى شغل البلطاجة الصوتية ده واستخدام المكبرات الصوتية وشغل الإرهاب وشغل يعني العصابات ده تمام عايز تصلي يا باشا قدم جوجب مسجد بتاعك وانت معاك في السمارت فون بتاعك نزل الابليكيشن بتاع الصلاة واسمع له دان يا عم براحتك كده في الايه في الايه تسيد ولا في موبايلك وغرف داهي لكن ما تسمعناش كلنا وتقرفنا بقى وتزعجنا وتخرق لنا ودن خمس مرات في اليوم بس ده الموضوع دي الحكاية اتمنى يكون الفيديو اعجبكم واذكركم مرة اخرى بدعم القناة عن طريق الاشتراك في القناة وعمل لايك على الفيديو ان اعجبك ومشاركة الفيديوهات على موقع التوصل الاجتماعي وإلى اللقاء في الفيديوهات اخرى اشتركوا في القناة